السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسطين اسمعت اخر نكتة اخر نكتة بتقول انه انا بدي اصور هذا الفيديو فيديو قصير لكن مش جادر مش جادر استفيد ولا جادر احكي يعني بحكي بظل في معلومات ناقصة مرتين صورت فيديو قصير وما زبط فحولت له فيديو طويل طبعا تعرفين الفيديو القصير لازم يكون اقل من دقيقة او اقل من دقيقة فبالتالي حولت له فيديو طويل لما باشي شرح الحصة في الرياضيات بستمتع لما تكون الحصة طويلة احيانا بتقول هي الحصة طبعا بتكون 45 دقيقة ممكن امر له 45 دقيقة وانا بشرع على الصبورة وبرني الجرس والولاد والطلاب ما بكتبوش اللي على اللوح فيعني احيانا الواحد بندمج هيك احيانا الفيديوهات بصير فيها اليوم في عنا التطبيقات في عنا واحد من المتابعين الحبايب والاخوان الموجودين على القناة بيقول انه التطبيق بنازله خمسين ميجا مثلا من جوجل بيه خمسين ميجا باجيب بعد يومين ثلاثة بلاقيه صار في الجيجات ايش الجصة ايش الموضوع اقول لك ايش الموضوع الموضوع كالتالي احنا عنا في الجهاز ده بعنا مساحة التخزين الموجودة في الجهاز مثلا متين وستة وخمسين جيجا في عنا مدير الملفات اللي بيكون فيه لكل اشي موجودة بالجهاز فيديوهات صور مستندات وهكذا اليوم لما تيجي تخزن مثلا على تطبيق من التطبيق اقول لك خلينا نيجي نشوف ترجمة عملية هذا الكلام الى هناك طلع معي هان مثلا هاي اليوتيوب صح هاي اليوتيوب اضغط عليه ضغطة طويلة تعالع معلومات التطبيق لاحظ هاي اليوتيوب في عنا التخزين قداش تخزين تلاتة جيجا بايت تصور انه مساحة صارت تلاتة جيجا بايت احنا في عنا في تطبيق اليوتيوب في عنا الفيديوهات اللي بتقدر تنزلها نزلها عشان تحضرها بدون انترنت هاي الي خلت مساحة التخزين تلاتة جيجا بايت فانت لو جيت على مسح لو جيت على مسح الداكرة المؤقتة مثلا لو مسحة الداكرة المؤقتة ايش صار عندك مساحة الداكرة المؤقتة ولكن ما مسحة المساحة التخزين اللي انت منزلها صارت قديش لما مسحة الداكرة المؤقتة واحد فاصل تسعة وستين جيجا لو جيت على مسح البيانات هتيجي تقول له مثلا سيتم حرف جميع بيانات التطبيق من في ذلك الملفات والإعدادات والحسابات وقوعد البيان يقول له مثلا موافق رجع إلى أصله 154 ميجا تمام؟ هيا أنا خلص الموضوع خلص انتهى حالة المشكلة بقي الثيمات تعال معلومات التطبيق هتلاقي أنه التخزين 3.56 جيجا بايت الثيمات اللي بتنزلها هي بتاخد مساحة الثيمات اللي بتنزلها بتاخد مساحة الواتس أب هتيجي على الواتس أب هتلاقي مساحة التخزين 1.19 جيجا بايت هتيجي لو قلتون مسح مسح جميع الذاكرة المؤقتة هتخس ولو بجيت على إدارة التخزين هتلاحظ في إدارة التخزين الصور والفيديوهات وحاجات كتيرة وبتقدر تدخل تمسح اللي بالدكية المختصر المفيد هنا في هذا الموضوع انه في عندك مساحة تخزين التطبيق وعندك مساحة التخزين اللي على الجهاز مساحة تخزين التطبيق أصلا بتاخد من مساحة تخزين الجهاز فانت ما تخليش يعني هان وهان وحاول تنظف أول بأول في تطبيق الحماية بتدخل عليه التطبيقات هذه موجودة في كل برندات بتدخل تعمل تنظيف الكاش والأمور هدي كمان بتسهل عليك وبصير جهاز أسلس وأحسن وإذا حابب انت تمسح أول بأول ما تخزنش بخصوص مثلا تطبيق الواتس أب ما تخزنش في داخل المعرض يعني لو تيجي كمان داخل التطبيق نفسه تيجي على التلات نقاط وعلى الاعدادات تيجي على الدردشات عرض الوسائط التي تم تخزينها حديثا في معرض جهازك فتروح توقفها هذا وقفها عشان ما يعرض الكاش في مخسن الجهاز للمدير الملفات والمعرض وصير جهازك مليان وهذا ما كان لدينا نلتقي في فيديو جديد سلامي أغلى الناس ترجمة نانسي قنقر